أجبها منين الراحة الحفاظ على التوازن في الحياة الزوجية بعد وجود الأطفال كان من الموضوعات التي نالت اهتمام كبير من جانبي فالأمهات العاملات والأمهات التي لا يعملن خارج المنزل يعانين كثيرا من القيام بجميع الأعباء على أتم وجه ومع اختلاف طبائعنا وشخصياتنا لم أجد حلا سحريا يناسب الجميع لذلك سأحاول هنا تقديم بعض النصائح العامة وأنا في مقتبل حياتي كأم عاملة عندما كان يسألني أحدهم كيف حالك كنت أود أن أصرخ وأقول لست بخير فأنا أعمل وأحاول جاهدة خلق حالة من الاستقرار في حياتي أحيانا أحقيقها وأحيانا أفشل في ذلك لكن مع مرور الوقت وملاحظة الأمهات الناجحات والقراءة اكتشفت أن جدولة كل شيء يساعدني على إيجاد بعض الوقت الذي أستطيع استغلاله لإعادة شحن بطارياتي ونيل قصة من الراحة حتى أتمكن من مواصلة الطريق حيث أن استخدام التقويم وأجندة المواعيد الكبيرة مكنني من تسجيل كل المواعيد المهمة وجدولة كافة الأعباء وكذلك الأمر بالنسبة لزوجي لنرى نحن الاثنان بوضوح كل ما يجب علينا فعله وترتيب أولوياتنا ويعد ترتيب الأولويات هنا بمثابة استراتيجية محورية فهناك الكثير من مضيعات الوقت التي نسمح لها بالتهام وقتنا الثمين ويجب أن تكون راحة الأم والأب من مقدسات الحياة داخل البيت وبتبادل فترات الراحة يمكن للأب والأم التعاون معا حتى يستطيع كل منهما القيام بأعبائه على أكمل وجه فالأم التي تقضي يومها في العناية بالبيت والطفل وإعداد الطعام من حقها قضاء بعض الوقت بعيدا عن هذه الأعباء وهنا يأتي دور الأب في العناية بالطفل ومساعدة الأب في العناية بالطفل أو في مساعدة الأم في الأعباء المنزلية من واجباته التي أقرتها الأديان والأعراف القويمة ويعاكس التعاون مفهوم السلطة وما يقابلها من مفاهيم خاطئة تدفع الرجال لغلظة القلب وفضاضة الأخلاق في التعامل مع زوجاتهم أذكر أن إحدى الأمهات قالت لي عن تجربتها سيئة مع زوجها عندما كان أطفالهما صغارا كان بكاو أطفالي جريمتي التي كان يجب علي أن أكفر عنها يوميا فكان دائما يتهمني بالتقصير والإهمال بل والغباء وكانت طفلتي مريضة تبكي دائما حتى أنني كتمت أنفاسها ذات مرة حتى أمنعها من البكاء حتى لا يأتي للغرفة ويبدأ في توبيخي عندما رأيت دموعها تتلألأ في مقلتيها لم أستطع منع دموعي أنا أيضا ولم أفهم كيف يبلغ رجل من الغذة مبلغها حتى يدفع زوجته إلى كتم أنفاس طفلتهما المريضة الباكية أنا هنا لا أدعو أي زوجة إلى إقلاق راحة زوجها بل أدعو الزوجين إلى جدولة فترات الراحة حتى يستطيع كل منهما إنعاش طاقته لمواصلة العمل ولا يسعني هنا إلا استعادة أحداث فيلم الشقة من حق الزوجة من تأليف الكاتب فراج إسماعيل والذي عميت فيه الزوجة عن حاجة زوجها للنوم والراحة لكنه في المقابل أيضا عمي عن احتياجاتها النفسية ولم يستطع مواجهة الحمال متسلطة ووضع حد لتدخلاتها ودائما ما كنت أتخيل نفسي كمهرج السرك الذي يحرك خمسة أو ستة كرات في الهواء وعليه لمس كل كرة عند اقترابها من يده وإن لم يفعل وقعت جميع الكرات ولكنني لن أستطيع اللعب بعشر كرات لذلك وجب علي تقليل عدد الجبهات التي أحارب فيها فلن أستطيع عمل كل شيء لذا حددت أنا وزوجي ما أسميته أعمدة حياتنا واختصرناها إلى ثمانية أعمدة فقط ورتبناها وحددنا أولوياتنا كالتالي واحد صحتنا الجسدية اثنان علاقتنا الزوجية ثلاثة العناية بطفلينا أربعة العمل خمسة أسرتنا الكبيرة ستة استقرارنا المالي سبعة الدراسة وتطورنا الشخصي ثمانية الأصدقاء والمعارف ودائرة العلاقات الاجتماعية وهكذا أعطينا الأولوية لكل ما يعزز صحتنا ويحمينا من الأمراض والمعاناة بعدها حرصنا على تخصيص وقت لرعاية علاقتنا كزوجين ومناقشة كل ما يساعدنا على الحفاظ على استقرار حياتنا الزوجية ثم يأتي دورنا في رعاية طفلينا والعناية بهما ثم العمل وحياتنا المهنية ثم أسرتين الكبيرتين شاملة أبي وأمي وإخواني وإخوانه وأخواته ثم استقرارنا المالي وتجنب أي تأزمات مادية تهدد استقرار حياتنا ثم الدراسة والعمل على أي شهادات مهنية ودورات تعليمية لنظل ناجحين في مجال عملنا وفي الختام الأصدقاء والمعارف للحفاظ على حياتنا الاجتماعية ودائرة علاقاتنا وهكذا ساعدنا تحديد أعمدة حياتنا وترتيبها حسب الأهمية بالنسبة لنا نحن كأسرة دون الوقوع فريسة لتوقعات الآخرين واستطعنا اتخاذ القرارات المناسبة لنا ولأولوياتنا واستطعت أنا شخصيا رفض بعض الأمور والتنصلي من بعض المهام التي لا تتفق وترتيب أولوياتي فمثلا عند رغبتي في المشاركة في أي عمل تطوعي أقيم مقدار الوقت الواجب علي الالتزام به وأخذ القرار وفقا لأولوياتي ومقدار الوقت الذي أخصصه لكل أمر في حياتي كذلك أصبحت فترات الراحة من مقدسات حياتنا حيث يؤكد الباحث والكاتب الأسترالي الذي استشهدت به عدة مرات في هذا الكتاب كيم جون باين أن الراحة تغذي الإبداع فالراحة تحافظ على الطاقة والنشاط وتساعدنا وتساعد أبناءنا على بناء مخزون الطاقة والنشاط الذي نحتاج إليه كبشر كي نفكر ونتعلم ونبحث عن حلول وأن نبدع ولا أستطيع التحدث عن التوازن في حياتنا دون التعرض لمفهوم حب الذات فعندما نتحدث عن حب الذات قد يظن الآخرون أننا نتحدث عن الأنانية ولكن حب الذات يختلف تماما عن الأنانية حيث أن الأنانية هي أن نقصر تفكيرنا على ما نريده نحن ورغباتنا نحن متجاهلين المصلحة العامة ومصلحة الآخرين وهي صفة من يمتلكها لا يتمتع بحياة سعيدة هانئة حيث أنه لا يشعر بسلام داخلي أبدا وسرعان ما ينفض عنه الآخرون فور اكتشافهم لهذه الخصلة السيئة الموجودة فيه وهذا قد يؤدي لعزلته عن الآخرين أما حب الذات هو ما يدفعنا لرعاية أنفسنا والاهتمام بها وتلبية احتياجاتنا النفسية والبدنية ومثل هذه الرعاية هي ما ستدفعنا لاتخاذ القرارات السليمة مثل اتباع نظام غذائي صحي وأخذ فترات من الراحة وعدم جلد الذات عند حدوث أمر لا نرغب فيه لقد كنت محظوظة بوجود سيدات رائعات في حياتي حيث تعلمت منهن العديد من الطرق للعناية بنفسي وأهم شيء تعلمته هو أن حب الذات هو تقدير المرأة لنفسها ولقيمتها في أسرتها وفي عملها وفي محيط عائلتها وأصدقائها ومعارفها لذلك فإن الاهتمام بصحة أجسادنا واجب حتمي حتى نستطيع تقديم الدعم والمساندة لكل الأشخاص المهمين في حياتنا وحب الزوجة لذاتها وتقديرها لدورها سيدفعها إلى طلب الحب الذي تريده وطلب الاهتمام الذي تستحقه والإصرار على التزام زوجها تجاه أطفالهما وتوفير كل ما تحتاجه الأسرة وهذا بكل تأكيد سيصب في مصلحة الجميع النوم النوم مش سلطان دجلاد في سنة أولى أمومة عانيت الأمرين فيما يتعلق بالنوم والدة صديقتي رحمة الله عليها نصحتني نصيحة قبل ولادتي مباشرة أثارت دهشتي واستغرابي حينها قالت لي هذه السيدة الحكيمة نامي لما البيبي نام وفقا لأمي ولسيدات العائلة المخضرمات عندما ينام الرضيع يبدأ وقت العمل وسباق الزمن لإنجاز أكبر عدد ممكن من المهام من كنس ومسح وغسل الأطباق وأدوات المطبخ وطي الغسيل وخلافه ولكن مع التجربة اكتشفت فعلا أن نصيحة والدة صديقتي كانت أفضل من النصائح المعاكسة التي تلقيتها من السيدات الأخريات الأم بحاجة ماسة للنوم ومع مرور الوقت اكتشفت خرافة أن الأطفال ينامون أكثر من 16 ساعة في اليوم على الأقل طفلي الذي كان يعاني من مشكلة الترجيع وكان دائما جائعا ومتعبا وباكيا ولم ينم 16 أو حتى 10 ساعات في اليوم وتختلف احتياجات الأطفال والنوم ليس استثناءا ولكن مهما كانت حاجة الطفل للنوم إلا أن الأم أيضا في أمست الحاجة للراحة والنوم لذا فإن أنسب وقت للأم أن تنام فيه وعن تجربة هو نفس الوقت الذي ينام فيه طفلها فمعاناتي مع النوم كانت سببا رئيسيا في معاناتي النفسية وعدم قدرتي في بعض الأحيان على تقديم العناية والرعاية الكاملتين للطفلي النوم مهم جدا لأطفالنا فأحيانا ينامون بهدوء ودون معاناة وأحيانا يصعب عليهم النوم لذا علينا نحن الآباء والأمهات مساعدة أطفالنا لنيل قسط وافر من النوم ولكن ما يحدث حاليا يعد فشلا ذريعا للأبوين وقلبا لموازين الطبيعة حيث ينام أطفالنا بعد منتصف الليل ويستيقظون متعبين مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي وقدراتهم العقلية وترتفع الأصوات ويزداد السخب قرب موعد النوم وتبدأ معارك النوم بين أمهات متعبات مضغوطات نفسيا وعصبيا وبين أطفال عنيدين لا يرغبون في النوم ليواصلوا الفرجة على الآيباد أو استكمال اللعب على السمارتفون الضوء الأزرق الضوء الأزرق هو الضوء المنبعث من أي شاشة من الشاشات شاشة التلفزيون أو شاشة اللابتوب أو شاشة الهاتف المحمول أو شاشة التابلت أو الآيباد وهذا الضوء الأزرق يحفز المخ ويستثيره ويمنعه من الاسترخاء ثم النوم الهادئ وللأسف يستخدم أطفالنا هذه الشاشات لفترات طويلة وقد تحدثت عن ذلك باستفادة في موضع آخر لكنني أريد أن أؤكد هنا على إجراء أساسي وهو منع استخدام هذه الشاشات قبل ساعتين من موعد النوم فمثلا إذا أردنا أن ينام أطفالنا في الساعة التاسعة مساء فعلينا أن نمنعهم من استخدام أي أجهزة إلكترونية ابتداء من الساعة السابعة السكر السكر هو المادة الخام للطاقة فالسكر يتحول بسرعة إلى طاقة في الجسم وتحتوي أغلب المأكولات والمشروبات المصنعة للأطفال على كميات كبيرة من السكر وتناول مثل هذه الأطعمة والمشروبات يمنح أطفالنا طاقة زائفة تمنعهم من النوم لذلك علينا أن نقلل من النشويات والسكريات قبل ساعتين من موعد النوم حتى لا نمنح أجسامهم مزيدا من الطاقة روتين النوم في عهد أمي وجدتي وجدت جدتي كان من المألوف لاستماع إلى حدوتة قبل النوم وكانت الأمهات المتعلمات يقرأن كتابا لأطفالهن بعد تناول كوب اللبن الدافئ وارتداء بجامة النوم وإطفاء الأنوار في الغرفة أو في البيت كله وهذا بالضبط ما يعنيه مفهوم روتين ما قبل النوم أو روتين النوم وهو أن نحدد إجراءات معينة لها ترتيب محدد نقوم بها مع أطفالنا لتهيئة عقولهم استعدادا للخلود للنوم ولقد اختفى هذا الروتين في كثير من بيوتنا وأصبحنا نعاني كبارا وصغارا من الطرابات النوم حتى بلغ ابني الكبير عمر العاشرة تقريبا والصغير السامنة كان لنا روتين ما قبل النوم مع طفلين حيث يدخل أحدنا أبوهما أو أنا ويقضي مع الولدين وقتا هادئا في إضاءة خافتة وربما نقرأ معا كتابا أو نتحدث أو نحكي لهم حكاية من عشرات الحكايات التي سمعناها من أمهاتنا أو من أبل فضيلة وكنا نتعامل مع روتين ما قبل النوم كطقس أساسي من تقوص اليوم وللأسف سمعت من بعض الآباء والأمهات عن الشجارات التي ينخرطون فيها مع أبنائهم قبل النوم صراخ وصخب وشتائم بل وأحيانا الضرب والاستعداد للنوم يختلف من أسرة لأسرة وربما من طفل لآخر فالطفل المحب للمرح يفضل اللعب على الخلود للنوم وربما يظل يلعب إلى أن ينهار من التعب ولذلك يمكن أن نلعب مع هذه النوعية من الأطفال لعبة معينة وأن نجعلها من روتين النوم على أن تبدأ الاستعدادات للنوم قبل وقت أطول مثلا ساعة أو ساعتين فكنت أنبه طفلي الأصغر لميعاد النوم قبل ساعة وأعطيه من هذه الساعة حوالي 45 دقيقة ليلعب قبل أن تبدأ الاستعدادات الفعلية من غسل الأسنان والاستلقاء في السرير وقراءة أحد الكتب وكذلك كان يطلب عادة لعبة أو ألعاب معينة معه في السرير ليناموا معه وهذه الألعاب لم أكن أسمح له باللعب بها أثناء اليوم حتى أجعلها جزءا من روتين النوم في المقابل كانت ابنة أخي ذات طبيعة مختلفة فقد كانت حساسة تخاف أن تنام بمفردها وربما يصور لها عقلها بعض التخيلات لوحوش أو كائنات مؤذية وعندما نامت معي ذات مرة وعرفت عنها هذا الخوف حددت لها روتين مختلفا فطلبت منها غلق شباك الغرفة وفتح اللمبة السهرية التي أسميناها لمبة النوم ووضعت حولها وسائل ناعمة أكثر من القصيفة حتى تحتضنها ليلا كذلك شرحت لها أن السور القرآنية التي نقرأها قبل النوم ستشكل كرة حماية حولها وستمنع أي شيء يمكن أن يؤذيها من الوصول إليها وفي ليلة أصابها الذعر وخافت من أن تأتي وحوش من تحت السرير فطلبت منها النظر تحت السرير بنفسها لتتأكد من عدم وجود وحوش كذلك كانت نوعية القصص التي حكيتها لها قبل النوم قصصا ناعمة متفائلة من الأمور التي لاحظت جدواها كذلك هو الهمس أثناء القيام بروتين النوم ففي موقف ما شهدت صراعا بين بنت وأمها قبل موعد النوم وتعالت الأصوات والصراخ فطلبت من الأم أن تتوقف عن صراخها وأن تستبدل ذلك بالهمس وبعد أن رمقتني بنظرات مغزاها إيه الهبل اللي هي بتقول ده قررت الأم أن تأخذ بنصيحتي فتحدثت همسا للطفلة في بادئ الأمر سرخت فيها الطفلة بتقولي إيه أنا مش سمع فكررت الأم ما قالته سابقا بنفس الهمس الهادئ فهدأت الطفلة وفاوضت أمها في أن تشاهد فيديو واحد فقط ثم تخلد للنوم بعدها أشرت على الأم أن تحقق لها طلبها فما كان من الطفلة بعد أن انتهى الفيديو إلا أن أعادت الآيباد للأم وذهبت لسريرها وأغمضت عينيها ونامت هكذا بكل سهولة ونظرت لي الأم متعجبة فهذه أول ليلة تذهب البنت للنوم بمفردها ناهيك عن النوم في موعد مقبول دون صراخ أو بكاء مع طفلي الأكبر كان الأمر مختلفا قليلا فابني هذا يحب النظام والترتيب ولا يمل من الروتين لذلك كان من السهل القيام بروتين النوم معه وكان من السهل أن أقول له قدامك ساعة وهيجي مع دنومك ولم أكن بحاجة إلى تذكيره أن يغسل أسنانه أو أي أمر آخر وكان التفاوض الحقيقي في تحديد موعد النوم ولكن ما إن اتفقنا حتى التزم وطبعا مع اختلاف المراحل العمرية أعدنا التفاوض في موعد النوم هذا روتين النوم الذي أتحدث عنه يمكن أن يبدأ من عمر عامين وبحلول العام الثالث سيكون طفلنا على أتم الاستعداد للامتثال لروتين النوم والذهاب إلى سريره والنوم بمفرده حتى وإن بدأنا في سن متأخرا فالخطوات واحدة نمنع السكريات والنشويات قبل النوم بساعتين ونمنع استخدام الشاشات بمختلف أنواعها تجنبا لضوئها الأزرق المحفز للمخ ثم وضع روتين للنوم يناسب شخصية طفلنا والتحدث همسا إليه بدون سراخ وإن كنا نتعامل مع عدد من الأطفال الأخوة يمكننا حتى وضع روتين خاص بكل واحد منهم على حدة إن تطلب الأمر الكيلو جرامات تتراكم وتتراكم أكثر أمر ندمت عليه ولازلت أعض بنانا الندم عندما أتذكره هو الاثنين عشر كيلو جرامات من الشحم واللحم التي تراكمت على هيكل الصغير ففي مجتمعاتنا الشرقية يقولون لكل أم البيب يخرج من بطنك نحط مكان فرخا وهذا الفهم الخاطئ كان التصريح الذي التزمت به حتى النخاع فلم أحرم نفسي من كل ما لذ وطاب من الطعام والحلويات خاصة في فترة المباركات والتهاني ورغم أنه لم يزد وزني أثناء الحمل إلا بالقدر الصحي والذي فقدت معظمه بعد الولادة إلا أن الشهور التي تلت الولادة شهدت تضخما فضيعا في محيط الخصر وتحولت من غصنبان إلى جذع شجرة بلوت مربرب وبينما أزداد أنا شحما ولحما كانت صديقة اللبنانية تذهب إلى الجم يوميا وتأكل وجبات تبلغ من الصغر نفس حجم الوجبة التي تتناولها طفلتها ولا أدري من أين أتت لي هذه الثقة الشديدة أنني سوف أتخلص من هذه الكيلو جرامات بسرعة وسهولة لأجدني بعد عقديني لازلت أزيد حوالي خمسة عشر كيلو زيادة عن وزني الصحي يتركز معظمها في مناطق لا أريد النظر إليها أعرف كما تعرف معظم الأمهات أن التغذية السليمة للمرأة الحامل والنفساء تعتمد على النوعية وليس الكمية وأن الغذاء المناسب بعيدا عن الدهون وبعيدا عن الأكلات الثقيلة الدسمة الذي يحتوي على كميات أكبر من الخضروات والفواكه يوفر لنا ما نحتاجه لتغذية أجسامنا وتغذية هذه الزغاليل الصغيرة التي تتعرف على العالم من حولها من خلال فمها فالحمل ترك جسدي ضعيفا مهترئا يفتقد الحديد والكالسيوم وقائمة طويلة من الفيتامينات ولكن عدم الالتزام بالنظام الغذائي الصحي لم يمكنني من تعويض ما افتقرت إليه وكما قال دكتور روبرت ماندلسون في كتابه كيف تربي طفلا سليما على الرغم من طبيبك إن أهم إسهام في صحة طفلك في المستقبل سيكون الاهتمام الذي توليه لنظامك الغذائي أثناء الحمل والتغذية المناسبة لطفلك بعد ولادته لكن لا أدري لماذا نجد صعوبة شديدة في اتباع نظام غذائي صحيح أثناء الحمل وتنتشر في مجتمعاتنا مفاهيم تودي فدهية مثل كولي كولي أنت بتكلي لتنين ناهيك عن الشرح الذي يصيب بعض السيدات الحوامل لكن على الصعيد الآخر سمعت عن حالات امتنعت فيها الحوامل عن الأكل وعانينا من مضاعفات متعلقة بنظام غذائي فقير أثر تأثيرا سلبيا على صحة أطفالهن لذلك فإن الاعتدال مصلوب فلا نريد أن نقصر في حق أطفالنا حتى قبل أن يولدوا ثلث لطعامه كلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وكثيرا ما تسألت عن مقدار هذا الثلث لم يوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقيس ثلث المعدة لكنني سألت زوجي يوما كيف يمكنني أن أقيس حجم المعدة فأوضح لي أن غشاء المعدة يمكن أن يتمدد لأضعاف أضعاف حجم المعدة الطبيعي والذي يعادل لتر واحد في الرجل البالغ السليم هذا معناه أن معدتنا بحجم زجاجة مياه سعة لتر ومن ثم يكون الثلث بمقدار 330 ملي لتر وهذا يقودنا إلى أن مجموع محتويات أي وجبة نأكلها على مدار اليوم يجب أن لا يزيد عن 330 ملي لتر وكذلك المشروبات التي نشربها شاملة أية مياه يجب أن لا تتعدى 330 ملي لتر في المرة الواحدة وأن نترك باقي المعدة دون ملئها لتيسير التنفس هذه المعلومات ساعدتني كثيرا على التحكم في كميات الأكل التي أتناولها على مدار اليوم ولا أنكر أنني أتخلى عن حذري عندما أكون في مطعم أو مع الأصدقاء أو أشاهد التلفزيون وتقدير حجم الوجبة الصحيح لم يكن معضلة كبيرة بالنسبة لي لأنني قمت بتجربة حيث وضعت كل مكونات وجبة من الوجبات التي تناولتها أرز مع قطعة من اللحم مع خضار مطبوخ في كوب قياس كنت أستخدمه في قياس معيار الدقيق في المخبوزات وبالتقدير وجدت هذه المكونات تملأ صحنا صغيرا وليس الصحن الكبير الذي نستخدمه عادة في تقديم الطعام للأسف أصبحنا نملأ بطوننا بمقادير كبيرة من الطعام وعندما نشكو من السمنة نخدع أنفسنا مدعين أننا لا نأكل المقادير الكبيرة التي قد تسبب السمنة وزيادة حجم وجباتنا تسبب في تمدد معداتنا فعليا حتى تستطيع استيعاب شراهاتنا المتزايدة تنصح الدكتورة روجوتا ديوكار كل سيدة حامل بأن تقدر كمية ما تود أن تأكله في الوجبة الواحدة ثم تأكل نصف الكمية فقط وأن تستغرق ضعف الوقت في أكلها وتكمل شارحة في كتابها ملاحظات الحمل قبل وأثناء وبعد أن أكل كميات أصغر خلال وقت أطول يساعد الجسم على امتصاص المغذيات الدقيقة وتحسين استجابة الإنسولين يعد تقنين مقدار الطعام الذي أتناوله من أحسن الاستراتيجيات التي ساعدتني على التخلص من بعض الكيلو جرامات لكن للأسف عدم الاستمرارية كانت هي العدو الأكبر والتي تسببت في تأرجح الوزن فعندما أرى بعض الصور التي كان وزني فيها أعلى من الوزن الصحي بحوالي خمسة كيلو جرامات لاحظت كم كنت سعيدة ونشيطة لكن نمط الحياة السيء وعدم الالتزام سرعان ما سمح للكيلو جرامات بالتراكم ثانية يا حلاوة كلبستك منذ سنوات عديدة كنت قد شاركت في إعداد التحليلات الإحصائية لدراسة عن السمنة في إحدى الدول العربية وبالطبع فجعتني الأرقام خاصة المتعلقة بالسمنة بين الأطفال حيث فتحت الدراسة عينية على مخاطر السمنة لدى الأطفال وارتباطها بالعديد من الأمراض خاصة داء السكري بعدها بعامين كنت أدرس في أحد المعاهد الإدارية للطالبات وكانت أغلب الطالبات متزوجات بل وأمهات أيضا وفي مرة من المرات جلست مع مجموعة من طالباتي التي أخذنا يتباهينا بصور أطفالهن وهالني وقتها عدد الأطفال مفرس السمنة والأفضع من ذلك هو فرحة الأمهات وفخرهن بسمنة أطفالهن فوجدتني أخبرهن عن الدراسة التي شاركت فيها ونتائجها المخيفة وبالطبع لكم أن تتخيلوا رد فعل الأمهات والشكوى المكونة من عشرات الصفحات التي قدمت ضدي لإدارة المعهد لقد صورتني الطالبات في صورة سيئة للغاية رغم أن كل ما أردته ولفت أن ظاهرهن لمشكلة حتمية أمامهن لكن ربما لا يدركنا خطورتها من أكثر ما أحبطني أن أجد الكثير من الأمهات والجدات مقتنعات أن سمنة الأطفال أو الطفل أو الطفلة دليل على صحتهم فالطفل له وزن صحي يمكن بسهولة معرفته من طبيب الأطفال والوزن الصحي يستلزم نظاما غذائيا صحيا ولكن بنظرة سريعة لما يتناوله أطفالنا طوال اليوم من شبسي وحلويات ومياه غازية وعصائر إلى جانب الوجبات السريعة سنعرف إلى أي مدى تكون الكميات الهائلة من السكر والملح والمواد الحافظة التي تتشبع بها وجباتهم مؤثرة على صحتهم العام والتي تجعلهم عرضة لأمراض لم تكن منتشرة بين الأطفال منذ عقود قال لي صديق أسرتي الطبيب ذات مرة أتذكرين هوجة الفراخ البيض المحؤونة هرمونات؟ واستطرد شارحا لي أن تأثيرها بدأ يتضح في عدد الزوجات الجديدات المصابات بداء السمنة أو تكيسات المبايض أو العقم التام أو العقم الثانوي أو قلة الخصوبة كما شرح لي أيضا تأثير هذه المأكولات على صحة الرجال فقال لي انظري وأنت تسيرين في الشارع إلى الرجال ستجدين الدهون متراكمة في منطقة الأرداف والصدر إلى جانب الكرش ففي الماضي كان عدد الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة محدود وعادة ما تتوزع الدهون الزائدة في منطقة البطن فقط وهنا لا أريد التظاهر بالمثالية فأنا أيضا كان لي أخطائي لكنني كنت دائما أحاول تصحيحها بأسرع ما يمكن وعانيت الأمرين مع طفلي الأكبر الذي كان لا يحب أكثر الخضروات ويريد أكل كل ما هو أبيض اللون ولا يحب خلط الطعوم معا فما بين لبن أبيض وأرز أبيض وبطاطس محمرة لم يكن يعطيني مجالا لإثراء وجباته بالمغذيات الأخرى لذا عانيت الأمرين إلى أن بدأ في ممارسة الكاراتي والسباحة ولاحظت أنه كان يعود بعد التمرين شاعرا بجوء شديد فاستغليت هذا في إدراج كل الأطعمة المحرمة من لحم ودجاج وخضروات وسرعان ما انتهت مرحلة الأكل الأبيض لقد غيرت الرياضة علاقة ولدايا بالأكل فأصبح أكثر حرصا على تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة والحلويات وبالاتفاق مع مدربيهما تمكننا من وضعي البرنامج الغذائي المناسب والذي لم يكن صعبا علي طهي أو حتى الالتزام به ويركز البرنامج على البروتين سواء من مصادر حيوانية أو نباتية والكثير من الخضروات غير المطهية والفواكه والكاربوهايدرات معقدة التركيب وكان نظاما شديد الشبه بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي المعتمد على الدهون غير المشبعة والسمك والبقوليات والخضروات الطازجة وبتوجيه ميزانية الطعام لشراء أطعمة جيدة والابتعاد عن كل ما يأتي في أكياس أو معلبات من السوبر ماركت استطعنا اتخاذ قرار التحول إلى الطعام الصحي بسهولة دون أن نحرم أنفسنا من لذة التمتع بكيك الشوكولاتة من آن لآخر أو الاستمتاع بوجبة عائلية في مطعمنا المفضل مرة واحدة في الشهر بكاءه يمزقني يعد بكاء الطفل لغة في حد ذاته وهو الطريقة الوحيدة التي يتواصل بها الطفل مع عالمه الخارجي ومع أبويه وفي عصرنا هذا هناك العديد والعديد من الكتب والمقالات والفيديوهات على الإنترنت التي تعلمنا فك شفرة بكاء الطفل وللأسف عندما كان طفلاي رضيعيني لم يكن عندي المعرفة الكافية التي تمكنني من فك شفرة بكائهما فتعلمت أن أتبع بروتوكول خاص للتعامل مع بكاء طفلي وكأنني أتبع قائمة محددة وقد ساعدني هذا الأسلوب في أحيان كثيرة في التعامل مع بكاء طفلي ولكن في أحيان أخرى فشل فشلا ذريعا بعد سنوات عديدة وتحديدا في عام 2006 شاهدت حلقة من برنامج المذيع الأمريكية أوبرا وينفري والتي استقبلت فيها سيدة تدعى بيرسيلا دونستون والتي استطاعت فك شفرة بكاء الأطفال وكم تمنيت حينها أن أعرف هذه المعلومات قبل سنوات وفي كتابها تهدئة البكاء لغة الطفل السرية التي تكشف عن المعنى الخفي وراء صرخات الرضيع تشرح دونستون أن لغة بكاء الرضع عبارة عن نظام تواصل طبيعي مبني على إشارات منعكسة نتيجة لخمس مسببات رئيسية الجوع، الإرهاق، الحاجة إلى التجشؤ، غازات البطن وعدم الراحة العامة وأن على الأم والأب تتبع أصوات معينة تصدر عن الطفل في الكتاب تشرح برسالة أن جميع الأطفال حديث الولادة في جميع أنحاء العالم يتواصلون باستخدام خمسة أصوات محددة بغض النظر عن أين ولدوا أو ما هي اللغة التي يتحدثها الأبوان والأصوات التي يطلقها الرضع قد تبدو متشابهة أو حتى متماثلة عندما تسمعها الأم لأول مرة ولكن التدقيق في هذه الأصوات سيساعدنا على تمييزها عن بعضها البعض الصوت الأول هو صوت مشابه لنه وهو يدل على الجوع وهذا الصوت مشابه للمنعكس الطبيعي الناتج عن المص عند الرضع ويحدث عند التصاق لسان الرضيع بسقف الحلق محاكيا ما يحدث عند الرضع أما الصوت الثاني فهو ويصدر عند شعور الرضيع بالنعاس أو الرغبة في النوم وهو يحاكي التثاؤب وتشكل الفم على شكل بيضوي والصوت الثالث هو والذي يصدر والذي يصدر عند شعور الرضيع بالانزعاج وعدم الارتياح جراء الإحساس بحكة مثلا وربما دلالة على الحاجة لتغيير الحفاظ والصوت الرابع هو وهو صوت يصدره الرضيع عند وجود غازات في بطنه وهو بحاجة إلى طردها وهو صوت يشبه ما يصدر عننا نحن الكبار ونحن نتبرز في الحمام أما الصوت الخامس والأخير هو وهو صوت يصدر عن الرضيع عند انحباس الهواء والغازات في المعدة ويحاول تحريرها عن طريق الفم في منعكس طبيعي يحاكي التجشؤ هرب الحب من الشباك السبب الرئيسي الذي دفعني للتحدث عن الحب بين الزوجين بعد قدوم الأطفال هو إيماني الشديد بأهمية وجود الحب بين الزوجين للحفاظ على الصحة النفسية لأطفالنا حيث يؤكد دكتور عزو ودكتور بكنام في كتابهما افهم طفلك أعطي طفلك هدية النوم الليلي على أن أطفالنا يحتاجون أيضا إلى رؤية والديهما وهما يتحدثان ويضحكان ويعملان معا ويحاولان حل النزاعات باحترام متبادل وفي أبحاثهما خلص المؤلفان إلى أنه في الأسر التي أظهر فيها الأبوان الحب لبعضهما البعض زاد تشبه حواس أطفالهما بالثقة والأمان وهناك بعض الجوانب في علاقة الزواج والتي يخبرنا كل من حولنا أنها ستنهار بعد وجود الأطفال وهذا الدعاء سخيف للغاية فالسبب الرئيسي للزواج ليس الخلفة حيث يتزوج البشر على خلاف معظم الحيوانات للحصول على شريك حياة وللشعور بالحب والسكينة فنحن نتزوج كي ننمو معا كإنسان وإنسانة لذلك فإن الزعم أن الحب يهرب من النافذة بعد دخول الأطفال حياتنا مفهوم مدمر لنا كبشر حتى أطفالنا يحتاجون أن يروا الحب والتفاهم بين أبويهم ولذلك يجب أن نحدد استمتاعنا ببعضنا البعض كأولوية من أولويات حياتنا في وجود أطفال من عدمه وقد أفادني كتاب لغات الحب الخمسة سر الحب الذي يدوم للباحث دكتور جاري شابمان في فهم الطرق والأساليب المختلفة للتعبير عن الحب وهذه اللغات باختصار اللمس وكلمات التشجيع والخدمات الصغيرة وقضاء الوقت معا والهدايا البسيطة ومنذ أن قرأنا أنا وزوجي هذا الكتاب بل وعلمنا طفلين أهم مفاهيمه اختلفت علاقتنا تماما فقد علمنا أنه يمكن لنا أن نزكي حبنا ونقويه بطرق متعددة وأصبحنا حريصين على قضاء وقت ممتع معا وأصبحنا نتبادل المجاملات وكلمات التشجيع وأصبحنا نتهادى بأشياء بسيطة لكن دات معنى وأصبحت أحضاننا لها معنى أعمق وأصبحنا لا نبخل بجهدنا في عمل المهام المختلفة ولاحظت أن زوجي لم يعد يتأفف عندما أطلب منه تصليح أي شيء في البيت أو الذهاب للسوق أو السوبر ماركت لشراء ما نحتاجه وأصبحنا كذلك نجدول وقتا في يومنا لنكون سويا نتبادل أطراف الحوار ونضحك سويا يظن الكثيرون أن الحب هو ممارسة الجنس وهذا أقل تعبير عن الحب لكنه لا يقل أهمية عن أي تعبير آخر وستختلف أهمية العلاقة الحميمية بين الزوجين من أسرة لأسرة حسب الاحتياجات الفردية للزوج والزوجة وقد لاحظت أن الإرهاق واعتلال الصحة له تأثير مباشر على رغبتنا في هذه العلاقة الخاصة ولذلك فإن الاهتمام بصحتنا أمر حتمي لسعادتنا على عدة أصعدة ومن واقع تجربتي فإن الحوار هو أفضل الحلول لمواجهة فقدان الرغبة من أحد الزوجين ولكن الحوار لا يعني تبادل الاتهامات أو اللوم وإنما الأساس هنا أن يسأل كل منا نفسه لماذا لم يعد لدي الرغبة في أن أكون مع زوجي أو زوجتي والسؤال يحتاج إلى إجابة صريحة دون خجل أو شعور بالنقص أو الخزي فالمسارحة هي أول الطريق لاستعادة الحب الذي نظن أنه قد هرب من الشباك منذ أن دخل الطفل من الباب ووفقا للكاتبة الأمريكية جينيفر سنيور في كتابها البحثي مفارقة الأبوة الحديثة ضغوط الأبوة والأمومة أعادت تحديد أولوياتنا بشكل مثير في عام 1975 كان الأزواج يقضون في المتوسط 12 ساعة معا في الأسبوع وبحلول عام 2000 أمضو 9 ساعات فقط وما حدث مع تقلص هذا الرقم هو أن توقعاتنا تتقلص لتتناسب مع ما يمكن اختلاسه من الوقت أو خطفه في فترات الراحة لقد أرقني كثيرا مفهوم سرقة لحظات الراحة أو سرقة لحظات السعادة الزوجية والذي لاحظته منذ صغري وسمعته من والدي كثيرا أو من أقاربي فانخرطت من صغري منذ صغري في جولات عقلية أحلل فيها حياة من حولي وأقيم ما يقومون به خلال اليوم والدعائهم أنهم لا يملكون الوقت ليرتاحوا أو ليزكوا علاقتهم كأزواج أو ليقضوا وقتا قيما مع أولادهم وقد وجدت أن معظم هذه الإدعاءات محضة افتراء فالدعاء الانشغال يفيد في حالتين الأولى عندما نريد التملص من التزام معين والثانية عندما نريد أن نشعر بقيمة لأنفسنا على غرار أنا مجغول إذن أنا مهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة